بص بقية امر مير جايب لكم طريقة حلوة قوي للحنة هنجيبوا بزرق كتان و 10 مصامير رونفل 10 وحدات يعني هنحط عليها معلقة كبيرة حبة البركة اه و هنحط اه او معلقتين يعني و هنحط معلقتين كبار برضو روزميري اه و هنجيب بقى يعني زي شوية كاركد حلوين كده مثلا بتاع معلقتين برضو مشي هنحط كل ده على الحل على النار و هنزف فيها خمس خصوص توم وبصله يعني اسمها ايه نصين كل ده هنحطه على النار و هنسيبه يغلي اه هنسيبه مثلا يعني يغلي غلوتين تلاتة كده وبعد كده ان شاء الله هنسيبه يبرد وبعد كده هناخد الميا بقى اللي احنا ايه اللي احنا خلطنا فيها كل الحاجات دي هنصفيها طبعا كويس بقى من كل الشوائب وكده اه وبعد كده هنحط فيها بقى الحنة عايز اقول لكم بقى طبعا يعني هي الطريقة دي بصراحة عاوز اقول لكم بقى ان انا على طول ولاي كنت باسبخ شعري اول مرة ه هجرب الحنة بالطريقة دي طبعا اه بس بما اننا داخلين على العيد كله بيحب يعني يعمل حاجات وكده في العيد ونيلوك جديد بقى وكده اه فالحنة بصراحة يعني ما فيش اختلاف عليها فاهمين اه هنا لما حطناها على النار وستيبناها تغلي وهنا اخدنا الميا هنحط عليها سبع معالق حنة كبار وبعد كده هنضيف عليهم تلات معالق صدر كبار برضو اه وهنخلطها وهتسبها كده يعني انا بصراحة عملتها مثلا وسبتها انامت وعملتها وتاني يوم قمت بقى ايه حطت عليها البقية اللي انا هورولكو برضو دوت اه هنا انا كنت عملتها وعجنتها كده واني بعد ما اصحرت وسبتها ونمت اه قمت بقى تاني يوم ضفت بقى ايه بقية المكونات ضفت بقى عليها بيضة وبما يعادل اه تلات معالق زيت زتون وضفت لمونة كاملة عشان اثبت اللون لو ما عندي كيش لمون ما فيش مشكلة ممكن تضيفي معالقتين خل كبار ولا حاجة وخلاص اه بصراحة انا شفتها في شعر يعني احلوة اه يعني كل الناس بقى لشعرها ضعيف بيتقصف مش مش حلو وعايزة برضو تعمل زي انه للك كده بسيط برضو اه الحنة جميلة ومفيدة بصراحة يعني انا اول مرة جربها وهقول لكم برضو لما اجربها بس والله حسيتها فرقة في شعري يعني حسيتها حلوة على شعري اه بذات بقى للنس اللي شعرها زي يعني بقى رضوعة ولادة وكده وشعرها بايز اه جربوا الطريقة دي الحنة شفة يعني وسنة طبعا ولو الافكار اللي بقدمها بتعجبكم ما تنسوش تكتبوني كلمة حل وزيكم في الكومنتات وشوفكم على خير في فيديو جديد انسو الله باي باي يا حلوان